أظن بأن فريق الرجاء يدخل مركز بشكل كبير في المباراة الدليل بأنه تحت فرص كثيرة للتسجيل يعني تم إهدارها غياب التركيز والهدوء في إتمام الهجمة أكيد بأن اللاعبين خارجين موحد ضغط رهيب لكن أظن بأن في آخر المطاف فريق الترجي بتجربته وتركيبته البشرية كذلك أظهر عيوب الرجاء للمرة العشرة لمبارايات الرجاء لف الدوري لف كأس محمد السادس للأندي الأبطال يعني أظهرت هفوات كبيرة على مستوى الأداء الدفاعي ديال الرجاء يعني مجموعة من الأمور كذلك اللائحة الإفريقية لم يتم ملؤها بالطريقة دقيقة بطريقة فيها تجانس وتكامل مجموعة من اللاعبين الشباب اللي ما لعبوا ولا دقيقة في الدوري المحلي يتم تلقاه نفسهم يعني في منافسة إفريقية بدون خبرة بدون تجربة بدون رسيد مجموعة من التساؤلات أظن بأن الانتظابات الرجاء يعني إحنا ذكرناها ما مرة بأنها لم تكن بالشكل المطلوب لم تكن أكيد بأن الفريق يمر بأزمة مالية خانقة لكن وجب تحديد الأولويات باش من نكرروش نفس الأخطاء ديال السنة الماضية لا يمكنه تلعب كأس عصبة أبطال إفريقية بتركيبة بشرية يعني بحالة دي التي توفر على الرجاء باش نكونوا واضحين أكيد بأننا غياب بنون سوف يعقدوا الأمور السنة الدور في اللي أكيد كمهارات فرضية احنا لا نسكلموا عن اللاعبين أذكروا الأسماء باش نعطيهم قيمة أكبر لكن الأداء الجماعي والذي يرخص اشتركوا في القناة